الزوج والزوجة في رمضان العلاقة الزوجية قبل الفجر ربنا محللها شرعا هم بيمرسوا حياتهم الطبيعية الزوجية وأثناء اللقاء وقبل أن ينتهوا أزن الفجر فارتبكوا فالموضوع بالنسبة لهم وقعوا في اسم أو وزر أو فطر ولا لا توصمهم تسأل السؤال ده بص هو الله سبحانه وتعالى قول نساؤكم حرثوا لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله يبقى أنت تتقل لا؟ أنت عارف أن الفجر على خمسة إلا ربع خلاص يبقى أنت أربعة ونص خلاص الموضوع متوقف عندك أربعة ونص ده توم بقى تشرب مية تكسل سنانك تعمل بتاع خلاص أنت تأخذ شورة علشان تنزل أو تغتسل علشان تنزل تلحق الفجر في المسجد هو ده المفروض لأننا أعمله طيب لو أنني ظللت أجامع زوجتي حتى أذن للفجر صيامك وصيام زوجتك غير صحيح وأنت بذلك في رمضان نفس الجزئية الخاصة لو أنت بتقول لي رخصة السفر أنت مسافر أنت ومراتك أو أن أنت بقى إنسان ضعيف في الجزئية دي فكرت أن أنت تسافروا فبالتالي بتستفاد برخصة السفر حتى أن أنت لو فترت عشان أنت عندك رخصة سفر ممكن كمان أنت جميع ربنا هو اللي يعلم نواياك هو إحنا مش عايزين نتحائل على الله أيوة ده أنا أصدته بسؤالي الذي يتحايل على الله عز وجل هذا يقع في ذنب كبير وإثم كبير لأن تعمد الإفطار في رمضان كبيرة من الكبائر التي يعني لو أن الإنسان صام أفطر يوم كما جاء في الحديث لو صامت ضهر كله لم يكفه شف لو صام حياته كلها عاش خمسين سنة يصوم علشان يسد مكان اليوم اللي أفطره عامدا متعمدا في نهار رمضان حتى الإمام الذهبي في كتابه الكبائر يقول لك والذي يفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا هو أشر من الزاني ومدمن الخطر شر من الزاني لأن ده ركني من أركان الإسلام طب هادوك في رحمة الأكيد في ناس من اللي هشوفوا الفيديو ده ده أكيد أعمل كده أيا كثبوا الحالة من مراحل حياتهم هل بها يعيشوا تحت العنوان ده ولا في كفرات فيه طبعا الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب واحد عمل ده وندم خلاص يبقى إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى عمل ده من خمس ست سنين التوبة من دنوبة إن أنا أعمل ده ومستحال أعمل ده وتوبة ربنا سبحانه وتعالى وده مش هيدكرها نرجو أن يقبل الله سبحانه وتعالى توبتها لكن واحد يقول لك أنا مش هعمل ويعمل يجبت لي مثلا في رمضان في سنة عملها مرة واتنين وتايا تجي في الرمضان اللي بعد يعملها مرة هذا إنسان يعني يتمادى في المعاصي ويتجرأ على حرمات الله سبحانه وتعالى